الشيطان الرغيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات العزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسيرا بعض الإشارات الألمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى صورة المؤمنون وهذه الصورة الكريمة بعد أن استعرضت بعض صفات المؤمنين انتقلت إلى ذكر عدد من نعم الله على عباده وبعد ذلك مباشرة بدأت تذكر جحود العباد لهذه النعم وعدم أعترافهم بفضل الله عليهم وفي هذا المقام ذكرت قصة قوم نوح فتقول الآيات الآية رقم 23 من هذه الصورة المباركة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وذكرنا في لقاءات سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا أنه بين آدم ونوح عليه السلام كان هناك عشرة قرون على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ثم جاء الشيطان ووسوس إلى نفر من قوم نوح بدعوة أنه مات منهم صالحون كثيرون وقال لهم لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل بيوتهم لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم وبالقطع الذين فعلوا ذلك لم يعبدوا تلك الأوثان ولكن من هنا جاءت عبادة الأصلام وعبادة الأوثان ولذلك كانت دعوة سيدنا نوح لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهي دعوة كل أنبياء الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم تنتقل الآيات بعد ذلك يعني لعرض قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه وهي صورة متكررة عبر تاريخ البشرية التي ترددت بين إيمان وكفر توحيد وشرك استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 27 من هذه الصورة المباركة يقول وفأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء عمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون والإشارة إلى التنور هنا إشارة إلى ثورة البركين لأننا نعلم من القرآن الكريم أن كل ماء الأرض على كثرته حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء قد أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض فقالوا الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاه فأقول أن الإشارة إلى التنور هنا إشارة معجزة لأنه مع ثورة البركين زادت كمية بخار الماء في الجو فأنزل ربنا تبارك وتعالى المطر الذي أغرق قوم نوح وهنا ننبه إلى أن أغرق قوم نوح لم يكن لكل الأرض كان للمنطقة التي عمرها قوم نوح فقط وكان في المنطقة ما بين دجلة والفرات الممتدة من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي وقد وجدت في هذه المنطقة رسوبيات لماء عذب ووجدت سفينة نوح مطبورة في هذه الرسوبيات على جبل اسمه الجودي في أقصى الجنوب من تركيا على حدود تركيا العراق سوريا وكما جاء فرقان كريم وقيل أرض بلعي ماءكي وسماء أقلي وغيض الماء وخضي الأمر واستوت على الجودي وظل العهد القديم يردد لآلاث من السنين أن سفينة نوح استوت على جبل أرارات وجبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا مع أرمينيا وجبل الجودي في أقصى الجنوب أو الجنوب الغربي من تركيا على حدود سوريا العراق تركيا ويعني جاءت الكشوف الأثرية لتؤكد على صدق القرآن الكريم فيما أشار إليه أن السفينة استوت على جبل اسمه الجودي فوحينا إليه أرصدع الفلكة بأعيننا ووحينا فإذا جاء عمرنا وفارط النور وكانت هذه هي العلامة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام أن ينتقل إلى المركب التي بناها هو والذين آمنوا معه وعدد من الحيوانات والدباتات التي يعمر بها الأرض بعد أن يتم ذهاب آثار الطوفان فقال ربنا تبارك وتعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلكة بأعيننا ووحينا فإذا جاء عمرنا وفارط النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُّهِ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرَقُونَ فأوحيد إليه أن يصنع الفلكة بأعيننا ووحينا فإذا جاء عمرنا وفارط النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورخون طبعا كتب الأخدمين تقول تبالغ في طول السفينة وتبالغ في عدد الذين نجوا مع نوح عليه السلام وتقول أن أهله جميعا نجوا معه والقرآن الكريم هو الوحيد الذي تفرد بأن نفرا من قوم نوح زوجه وأحد أبنائه لم يركب معه السفينة حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أن علاقة الأنبياء بأممهم هي علاقة إيمان وليست علاقة نسب علاقة سجود لله سبحانه وتعالى بالطاعة وليست علاقة دم وعرق لذلك يعني يعتبر القرآن الكريم له فضل كبير في عرض هذا القصص فوق كل ما جاء في كتب الأولين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أيضا تعتبر كتب الأخدمين أن الطفان عمى الكرة الأرضية بأكملها وهذا كلام غير صحيح لأن الماء الذي جاء من المطر ومن عيون الأرض لا يمكن أن يكون كافيا لغمر الكرة الأرضية بأكملها وطبعا لو أنه غمر الكرة الأرضية بأكملها ما وجدنا حيوانات التي تختص بها القارات البعيدة كأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أستراليا نيوزيلندا دول جنوب شرق آسيا طبعا بها حيوانات ونباتات خاصة بها لم يقضى عليها القضاء كان على البشر وما حولهم من حياة في منطقة العقاب وهي المنطقة المحصورة بين نهري نجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي وهذه هي المنطقة التي وجدت فيها آثار الطفان فوحينا إليك أن اصدع الفلكة بعيوننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون طبعا كان نوح عليه السلام كأب يتضرع إلى الله أن يهدي له ابنه فيركب معه في المركب التي بناها ولكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على أن العلاقة علاقة إيمان وكفر ليست علاقة نسب ولا عرق ولا دم وتنتقل آيات بعد ذلك إلى الحديث عن نعمة أخرى من نعم الله التي من بها على عباده فيقول وهو أصدق القائلين في الآيات 78 إلى 80 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وقلنا قبل ذلك أن القرآن باستمرار يقدم السمع على البصر ويفرد السمع ويجمع البصر لأن السمع هو أول حاسة يستخدمها الإنسان فالجنين في بطن أمه يسمع ولا يرى وبعد ميلاده أول حاسة يستخدمها هي حاسة السمع بالإضافة إلى أن مركزي السمع في المخ يتقدماني مركز البصر الذي توجد في خلف المخ وهذه أيضا من الدقة العلمية الكبيرة في القرآن الكريم وهو الذي ضرعكم في الأرض نشركم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وقلنا أن اختلاف الليل والنهار آية من آية الله سبحانه وتعالى تستلزم أولا كروية الأرض دورانها حول محورها دورانها حول محورها أمام الشمس حتى يتبادى الليل والنهار وهي ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران وإن شاء الله نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام الآيات الألمية في صورة المؤمنون ونلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بهذه الإشارات الألمية في صورة النور وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع داعي أنكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته